وينضم لنا من القهرة دكتور أحمد الشحات الخبير في شؤون الأمن الإقليمي والدولي دكتور أحمد حياة كلنا بك معنا على شاشة الغد يبدو أن الوقت لازال مبكرا لجرد ربما حساب المكتسبات وحتى الخصائر إن كانت بنسبة المقاومة الفلسطينية وإن كانت بنسبة لجيش الاحتلال لا إسرائيل غدرت القطع وأنهت هذه المعركة ولا حتى حماس إن هزمت أو انتهت فبتالي كيف قرأت ربما المعادلة التي أرثتها معركة طفان الأقصى حتى الآن في عامها الأول أولا صباح الخير على حضرك وعلى سيدة المشاهدين لا يعني بداية طفان الأقصى كان عملية كاشفة بشكل كبير للجيش الإسرائيلي وأحدث به حالة من الفشل الزريع سواء على المستوى الاستخباراتي أو على المستوى العسكري أو المستوى الأمني بشكل واسع وهذا عكس رد الفعل الإسرائيلي الذي تجاوز الحدث نفسه وانتقل إلى فكرة حرب انتقامية واسعة تصل إلى فكرة الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط كبير استغلوا نتنياهو وحكومته في التحرك في إطار العقابة الجماعية وتنفيذ مخطط أوسع وهو فرض وقع احتلالي كبير ولكن فوج بكما ذكرت حضرتك بأداء المقاومة وهو أداء دائما أقول عليه هو صمود أسطوري في المقامة الأول أمام مع وضع الاعتبار فرق الإمكانيات الكتالية الجبارة ما بين جيش يحمل كل الإمكانيات سواء التقنية أو التسليحية أو حتى على مستوى الأفراد مدعوما كما نرى دائما بإمكانيات كاملة مطلقة من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حالة الصمود كانت فارقة في هذا المشهد وجعلت الفترة الزمنية أو النقطة الزمنية المهمة وهي لمدة عام يعني تعطي حالة جديدة من مرحلة جديدة من الصمود للعام الثاني في بداية العام الثاني ولكن إصرار نتنياهو وحكمته على استغلال هذا الوضع وفكة الحرب الإبادية لتنفيذ المخطط الأوسع لتقسيم القطاع لكانتونات أو فرض ترتبات أشير إليه الأسرائيليون طبعا كجميع العالم فوجئوا بمستوى الإعداد والتجهيز والقتالية والدقة في تنفيذ معركة طفان الأقصى بغلاف غزة يقول أنهم كانوا يعلمون بأن هناك مشروع في السابع من أكتوبر علموا به قبل ثلاث أسابيع ولكن فوجئوا بربما المفاجأة التي حضرتها حماس في السابع من أكتوبر ولكن إلى أي مدى بتقديرك الاحتلال الإسرائيلي استغل هذه المشهدية في السابع من أكتوبر ليصور للعالم حجم وتهويل الخسائر التي تعرض إليها في غلاف غزة وهذا جعله يحشد أكبر قدر من الدعم والتأييد لهذه العمل التي بدأت فعلا تتلاشى مع نهاية هذه السنة هو نجح نسبيا في بداية المعركة أو ما بعد سبع أكتوبر في حج المجتمع الدولي وكأن القضية الفلسطينية بدأت من سبع أكتوبر ووظف أدواته المختلفة وتأثيراته من الليبيات المختلفة داخل المجتمع الأوروبي والغربي والولايات المتحدة الأمريكية للتعاطف مع الحالة ودعم حالة رد الفعل بشكل كبير ولكن كان هناك نقطة فارقة من وجهة نظري وهي مستشفى المعمداني الذي أصفر عن العديد من الشهداء أكثر من 500 فأصبح يراجع نفسه المجتمع الدولي خاصة على المستوى الشعبي في هذه الحالة العدائية السافرة فبدأت التناول مختلف بالتوازي مع تحرك جنوب أفريقيا اتجاه محكامة جنائية وتحركات بعد ذلك في محكمة العدل من قوة مختلفة بدأ يتغير حتى الموقف السياسي لكثير من الدول الأوروبية كإنعكاس لرد فعل شعوبها فأصبح هناك بديل من الدعم المطلق إلى أقل الحياد في التناول طبقا للمعطيات الحالية وبدأ ينقلب الوضع حتى هذه اللحظة يرى أن نتنياهو فيه كثيرا من الأوروبية الدولية أنه هو الشخص الأكثر عدائية في العالم وفضح بشكل كبير حتى تأثير الولايات المتحدة وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من فكرة الداعم لفكرة المتضامن والمشترك ورقم أساسي في معادلة الصراع فرضت على نتنياهو أو استغلها نتنياهو لمد أمد الحرب حتى هذه اللحظة وفتح جبهات أخرى كما نرى لأنه هو بإمكانياته بإيكاد دولته وفي إطار ما كشفوا عملية طفان الأقصى غير قادر على تنفيذ وفتح هذه الجبهات حتى وعشرة في المئة منها ولكن بالدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية أعطاه الجرأة التي نراها وأعطاه الإمكانيات التي خطت إلى أبعاد أكبر وأن يفرض ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة وتحجيم أزرع إيران وإضعافها بشكل واسع والتخلص من أو فرض الحالة الاحتلالية في قطاع غزة والتأثير على الوضع الأمني في الضفة الغربية والتخلص من حزب الله أو الهدف لهذا الموضوع فهذا التحرك بشكل واسع طمع نتنياهو في الحالة وفكرة الحالة الانتقامية نتيجة 7 أكتوبر انتقلت لفرصة زهبية بالنسبة له لفرض واقع جديد يخدم مخططاته ويحجب أهدافه حتى أهدافه الشخصية يعني بني من تنياهو ربما تلقى هذا الدعم ليس فقط من الولايات المتحدة بداية بالدخل الإسرائيلي بعد تركم الإنجازات الإنجازات فقط الأمنية في الاغتيالات لعدد من القيادات السياسية والعسكرية إن كان من حماس وإن كان أيضا من حزب الله فتلقى بعدها ربما نتنياهو نوع من الغطاء من المجتمع الإسرائيلي الذي كان يعيش حالة انتشاء أنهتها أيضا الضربات الإيرانية على تل أبيب في وقت وجيز ثم أيضا كما تفضلت حضرتك هذا الدعم الأمريكي الولايات المتحدة بتقديرك دكتور أحمد هل هي قادرة على الضغط على بين يمين نتنياهو لأنه نرى في السنوات الماضية مثلا في عهد جورج بورش الأب كان مانع في ذلك الوقت يعني ضمانات القروض بالنسبة للإسرائيليين في عهد أيضا كلينتون وفي عهد أيضا أوباما الذي صوت في مجلس الأمن على قرار كان يخدم الفلسطينيين وليس الإسرائيليين فهل ما يفعله نتنياهو اليوم في المنطقة يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هي لا تدغط عليه أولا الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة هي في أضعف حالتها ولا تريد أي ولا تملك أي ضغوط حقيقية على نتنياهو يعني يملك كل مقاييس رد الفعل الأمريكية اتجاهه مع مواقفه في المراحل المختلفة بداية من رفض الواقع المتحدة الأمريكية للتوغل واقتحام يعني رفح كما رأينا رفح الفلسطينية وفي مواقف أخرى كثيرة ولكن في هذا الإطار هو يستغل الأجواء الانتخابية وحالة الضعف الحقيقي في الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة التي تعد أيامها للتسليم لإدارة جديدة ولكن في إطار صراع الانتخابات فمن يدعم إسرائيل في هذه الحرب ومن يؤيد سياستها فهو له الأصوات ويكسب قطلة تصوطية كبيرة وهناك وكالات وهناك شركات عامة كبيرة قادرة على التأثير على الرأي العام فهي اعتبارات انتخابية في المقام الأول بغض النظر عن مساحة التوافق مع إسرائيل في سياستها أو في خلافه وهناك ثابت رئيسي كما نسكر دائما أن هناك ثابت رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية إنها داعمة للولايات المتحدة لإسرائيل بشكل مطلق طالما أن الطرف الآخر من معادلة الصراع هو إيران أو أحد أزرعها هذا المشهد كما نرى يعني يتزايد ويستغل نتنياهو بفتح جبهات أخرى سواء مع إيران أو مع أزرعها المختلفة وأعتقد أن نتنياهو في هذه الحالة يورط الولايات المتحدة في صراعها هي لا تريده ولا تخرج به أو تنتج عنه مصلحة استراتيجية أمريكية وبالعكس من الممكن أن تهدد أهدافها أو مصلحها الاستراتيجية في المنطقة تهدد علاقتها مع كثير من الدول اللي بحلفائها في منطقة الشرق الأوسط تهدد أهداف كثيرة لها في إطار المؤامات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ولكنها إذا فرض عليها الصراع أو فرض إسرائيل عليها الصراع فستكون في طرف إسرائيل في مواجهة أي عدائيات أخرى مهما كان الطرف الآخر نعم هذا واضح شكرا جزيلا لك من القاهرة ضيفنا دكتور أحمد الشحات الخبير في شؤون الأمن الإقليمي والدولة دمسمحة بالوقت شكرا جزيلا